اشتركوا في القناة هذا ومن المقرر ان تنطلق المداولات في الهيئة العامة للكنسة في وقت متأخر من مسائل اثنين وتدرس كتل الاتلاف الدفع بالتعديلات على قانون اساس الحكومة بشأن منع عزل رئيس الوزراء الى جدول اعمال الكنسة بعد ان صادقت اللجنة الخاصة على مشروع القانون واقراره بتأييد تسعة اعضاء كنسة ومعارضة ستة اخرين هذا ويصع حزب الليكود الى ارجاء التصويت على المرحلة الثانية من قوانين خطة اضعاف القضاء والتي تسمح للحكومة بتجاوز قرارات العليا وتقييد السلطة الدستورية للمحكمة لتقليص رقابتها القضائية على قوانين عادية يسنها الكنسة اعلن قادة احزاب المعارضة الاربعة يائر لبيد وبيني جانس وافيكدور لبرمن وماريذ ميخايلي عن مقاطعة التصويت المرتقبي في الهيئة العامة للكنسة في حال وصلت قوانين الانقلاب القضائية الى المصادقة عليها في القراءتين الثانية والثالثة في الهيئة العامة للكنسة وقال قادة احزاب المعارضة انهم سيبذلون قصارى جهدهم لوقف ما اسموه بمجموعة قوانين جنونية واشاروا الى ان وحدة الشعب تبدأ بحوار حقيقي واجتمع قادة الاحزاب بمبادرة من رئيس حزب ازرائيل بيتين وافيكدور لبرمن الذي طلب منهم التفكير في مقاطعة التصويت دعت المستشارة القضائية للحكومة الاسرائيلية جاليب هاراف مايارا برسالة بعثتها لوزير الامن القومي تمار بنكفير الى لقائها لتحصل بصورة ملحة على تعقيبه حول التماس ضده في المحكمة العليا يتعلق في ادائه مقابل المتظاهرين ضد خطة اضعاف جهاز القضاء وحول قانون بنكفير الذي ينص على نقل صلاحيات من المفتش العام للشرطة اليها بدوره عقب بنكفير على رسالة المستشارة القضائية قائلا انه لا يصره طلبها باللقاء معه واشار الى انه ليس لديه ثقة بها ولا باعتباراتها او قراراتها ورفضت بهاراف مايارا طلب بنكفير بان يمثل نفسه امام المحكمة واوضحت في رسالة بعثتها الى بنكفير انه لا يمكنه تمثيل نفسه سوى في حالات استثنائية وبعد دراسة مشتركة للوضع ولفتت المستشارة القضائية الى انها توجهت الى بنكفير بشأن الموضوع نفسه الاسبوع الماضي وقبل قرار بنكفير باقصاء قائد الشرطة في منطقة تل ابيب عمي حايا شاد وهو القرار الذي اوعزت بهاراف مايارا بتجميده وكان بنكفير قد صرح بانه يريد ان يمثل نفسه امام المحكمة لانه لا يعتمد على تمثيله من جانب المستشار القضائي حذر المستشار القضائي السابق للحكومة الاسرائيلية افحاي مندل بليت من ان تصريحات وزراء بان رأي المستشارين القانونيين ليس ملزما سيقود الى مقاطعة دولية لاسرائيل وجاء ذلك خلال مؤتمر عقد في جامعة حيفا حول خطة الحكومة لاضعاف جهاز القضاء ويقضي احد بنود الخطة باعتبار رأي المستشارين القانونيين مجرد توصية وقال بندل بليت الذي قرر كمستشار قضائي تقديم لائحة اتهامة بمخالفات فساد خطيرة ضد رئيس الوزراء الاسرائيلي بن يمين نتنياهو انه اذا ارادت اسرائيل ان تكون منبوذة عالميا فلتقرر الحكومة انها تستخف بقرار او بامر احترازي صادر عن المحكمة العليا واشار الى ان ثمن خطوة كهذه ستكون مدمرة هذا اتمار بن كبير احد اسباب تفجر الاوضاع في احداث هبة الكرامة عام 2021 تمكن منذ ان تسلم منصب وزير الامن القومي في حكومة بن يمين نتنياهو اي منذ شهرين من تشكيل ميليشيا في مدينة اللد بحجة استعداد الشرطة لاعمال شغب محتملة خلال شهر رمضان في المدينة لو كانت هذه الميليشيات جاءت لكي تحافظ على الامن والامان وحالات العنف لرحبنا بها ولكن هذه اصابات جاءت للتديق على الوسط العربي بعد هبة الكرامة في مايو 2021 عندما استدعاهم رئيس بلدية اللد المتطرف ياير رفيفو وما زال ينهج نفس النهج وينادي ويحرض على الوسط العربي الميليشيا مكونة من جنود سابقين في الجيش الاسرائيلي وهم واطنون من مدينة اللد تدربوا على يدي الشرطة وخاضعون لها يفترض أن تنشط هذه الميليشيا التي يقدر عدد أعضائها بالعشرات في المدينة في شهر رمضان والمستهدف ليس إلا الضحية المواطن العربي مئات من المستوطنين حاولوا يعملوا زي ما صار بحوارة قبل أسبوعين حاولوا يتهجموا على البيوت مواطنين مسلحيين بيفرضوا سطوتهم على مواطنين آخرين اللي هما يعدوا بالنسبة لهم مواطنين درجة تانية هذه بالنسبة لهم فرض القانون فرض القانون يعنيها فرض السيادة اليهودية انتشار الجريمة في المدينة يقتصر على الأحياء العربية والضحايا هم من المواطنين العرب أما الشرطة فهي تتقاعص عن محاولات لجمها ووجود كتيبة أخرى مكونة من جنود لا يبشر في فرض الأمن بيد أنه يكشف عن محاولات سياسية لتأجيج الأوضاع بشكل متعمد هدمت السلطات الإسرائيلية بحماية قوات من الشرطة والوحدات التابعة لها خيمة عائلة بوعيش في مدخل مدينة عكا الشرقية والتي نصبتها العائلة لإيواء أطفالها بعد هدم منازلها الأربعة في شباط الماضي وكانت السلطات قد أصدرت قرارا فوريا بتنفيذ هدم المنازل الأربعة في المنطقة الشرقية من مدينة عكا والتي كانت مبنية على مساحة إجمالية قدرها ثلاثة دنومات منذ نحو سبعين عاما وتسكنها أربع عائلات وتشهد بلدات عربية تصعيدا في هدم المنازل والمحال التجارية والورش الصناعية بذريعة البناء غير المرخص لم تكتفي السلطات الإسرائيلية بهدم أربع بيوت تعود إلى عائلة أبو عيش في مدينة عكا قبل شهر بحجة البناء دون ترخيص وأن الأرض تعود إلى دائرة أراضي إسرائيل بل أقدمت اليوم على هدم الخيمة التي نصبوها وتسيج المنطقة بالكامل وتهديد كل من يدخلوا إليها بالتوقيف والاعتقال مرة الثانية مثل العرقيب بدينا نعملوا فينا مثل العرقيب بالنقب أكم مرة صارت مهدومة 230 أو 240 مرة أو إسا هوني إحنا بنا نمشي هيك سجديد إحنا بلشت لأولاد شوي ترجع لحياتها أنه ترجع للمدارسة مركز مساواة اتعنى وجاب لنغراض وكتب ومستلزمات وشنتيات كلياتا بالخيم بالغراض بالمؤان كلياتا هاد طلع هالمنظر طلع الأكل كيف مزدزت هناك وبيجي بحط شريط وسياج وبقول إنه هاي كل الأرض مصادرة لدائرة أراضي إسرائيل وإنتوا ممنوع تفوتوا على هاي الأرض ويروي لنا أفراد العائلة بأن قوات الشرطة وجرافات الهدم لم تمهلهم حتى ساعة واحدة للملمة أغراضهم من ملابس وطعام وأدوات بل قامت بهدم الخيمة على ما فيها من محتويات وتجريف الأرضية لإحداث أكبر قدر من الضمار آه كمان خيمة إحنا مش طلعين من أرضنا أرضنا مش طلعين منها هاي تجمعنا فيها إحنا منيجي ونتجمع أنا وإخوتي وولاد إخوتي وكلنا منتجمع فيها وبدنا نظل نتجمع فيها هاي الأرض هذا بقول بس إنه مضيق إنه الوجود العربي هون إنه إحنا وجودنا مضيقا لما إحنا وجودنا مضيق يقول ليه بتجوش تبتردونا ليه بتجوش بتقولنا بداء ليه انتوا بتجوش بتحسوا شو وجعنا بتسمعونا طب انه احنا فيش امكانيات مادية هاي الناس تطلع تستأجر بيوت اربع عائلات عربية من مدينة عكا باتت تفترش العراء للمرة الثانية لا يجدون اي جهة بلدية او حكومية كانت تلتفت اليهم فيضطرون الى نصب خيمة جديدة ويؤكدون بان لا بديل لهم عن هذا المكان الذي ولد وترارع به على مدار سبعة عقود افادت هيئة البث الاسرائيلي العام كان 11 ان منظمة المعلمين في المدارس فوق الابتدائية تعتزم استئناف اجراءاتها الاحتجاجية خلال الاسبوع الجاري بعد وصول المفاوضات التي تجريها مع المسؤولين في وزارة المالية الى طريق مزدود واصدرت المنظمة بيانا لوحت خلاله بالاضراب وشددت على انه احد الادوات الاحتجاجية الممكنة التي ستناقشها لدارة في اجتماعها المقرر يوم الثلاثة يذكر انه منذ عدة اسابيع شرعت منظمة المعلمين باجراءات احتجاجية شملت تعطيل الدراسة والامتناع عن منح درجات للطلاب والغاء الرحلات واي نشاط خارج اصوار المدرسة بيان نصار عباس 29 عاما ضحية جديدة من ضحايا الجريمة والعنف المجتمع العربي التي تتصاعد وطيرتها بشكل غير مسبوخ في السنوات الاخيرة وكانت بيان تراقب اطفالها فيما كانوا يلعبون في ساحة المنزل عندما تعرضت لاطلاق نار من قبل مجهولين اصيبت بصدرها وفارقت الحياة متأثرة بجراحها الحرجة قاعدين نتخرف نحكي ندردش عادي يعني زي اي انسان طبيعي وبقعد هو مرته مرقبت غزبة دراج نارية ووقفت باب بالضبط احنا قاعدين باب الدار هي وقفت باب عقباننا بالضبط ووجه الفرد علينا وطخ علينا قاصد متقصد متعمد طخ علينا جاي عشان يكتل جاي عشان يطخ واحد ويكتله مش جاي عشان يخوف مش جاي عشان يخوف وهو شاف انه في مرأة وفي ولد صغير ولا اعتبر انت يعني هاي قمة الانحطاط وقمة الجريمة طخ علينا نهزبنا على جانب انا هو المرأة مرحوم ببيان عبطت الولد وظاهره هي تركض ولم تعرف الدوافع وراء ارتكاب الجريمة وسط تقارير اولية تشهل الى ان اطلاق النار جاء في اطار نزاع بين عائلتين وقالت مصادره في كفر كنا ان الشابة عباس راح ضحية نزاع عائلي مستمر منذ اثني عشر عاما واثارت هذه الحديثة مخاوف من تزايد حالات العنف والجريمة في المجتمع العربي في البلاد ما يستدعي ضرورة تعزيز الامن والحماية للمواطنين ومحاسبة المجرمين وقد شهدت بلدة كفر كان حالة من الصدمة والغضب بعد الجريمة حيث ان هذه الجريمة زعزعت امن البلدة التي كانت تتمتع بحياة هادئة وامنة وتعد الجريمة جزءا من موجة من العنف والجرائم التي تشهدها البلدات العربية في الفترة الاخيرة والتي تزيد من حدة التوتر بين المجتمع العربي والمؤسسة الامنية الاسرائيلية المتمركزة في المنطقة ويعتبر تقصير الشرطة في مكافحة الجريمة والعنف البلدات العربية في اسرائيل امرا مقلقا ويتطلب ايجاد حلول فعالة لهذه المشكلة اهمها معالجة الاسباب الجذرية للعنف في هذه البلدات وبلغت حصيلة ضحايا جرائم القتل في المجتمع العربي منذ مطلع العام الجاري نحو ثلاثين قتيلا اذ تحولت عمليات اطلاق النار وسط الشوارع والقتل الى امر معتاد في المجتمع العربي الذي يجد نفسه متروكا لمصره ورهينة للجريمة المنظمة يأتي ذلك وسط تعزز شعور المجرمين بامكانية الافلات من العقاب حيث يعتقد منفذ اطلاق النار ان كل شيء مباح بالنسبة لهم علما بان معظم الجرائم مرتبطة بالعمل في الربا والسوق السوداء وتصفية الحسابات بين عصابات الاجرام وقفة احتجاجية نسائية استنكارية للمطالبة بوقف جرائم العنف المستشرية في قرية كفركنة والتي راحت ضحيتها الشابة بيان عباس ولمحاسبة المسؤولين عن جريمتين قتل الشابتين رزان وبيان عباس صرختنا ستكون عالية هذه المرة لن نصمت ولن نسكت بالسنة الماضية فقدنا رزان والسنة تلتها بيان هذا الامر لن نصمت عليه بات الامن والامان معدوم في هذا البلد اصبح الامر خطير جدا ومقلق فلن نصمت ستكون لنا خطوات احتجاجية تتلي هذا الوقف اليوم وجاءت التظاهرة بمبادرة وحدة النهوض بمكانة المرأة في قرية كفركنة في اعقاب جريمة قتل بيان حيث تمت دعوة كل نساء البلدة الى وقفة غضب موحدة استنكارا لجرائم قتل النساء المتزايدة في الاوينة الاخيرة العام مثل هاي الايامات في ثمانية ثلاثة انكتلت حياة رزان عباس اليوم في نفس التوقيت تقريبا فارق يومين ثلاثة وفي نفس الظروف في بيتها برضو انكتلت ام لطفلين برضو لا بذنب ولا عملوا اشي بس انه اشي قديم قاعد بعكس انعكاسات الي هي سلبية وغير امنة الينا والاولادنا صار الوقت الي احنا كلنا نقول خلاص بكفي بايدنا ببلش منا واحد واحد في كل منصب في المدرسة في الشارع في المجلس في المدارس في كل محال وبالاساس في بيوتنا نقول خلاص بكفي ما عدش بدنا سفك دماء اكثر وجاع بكفينا تجتمع نساء بلدة كفركنة لاطلاق صرخة غاضبة في وجه الاجرام المنفلت في المجتمع العربي وبات رصاصه يطال كل انسان وبرزت في اللافتات التي حملوها شعارات تنديد واسعة بظاهرة العنف والجريمة المنظمة وتساهل الشرطة وتواطئها مع المجرمين اصيب اثنى عشر شخصا بينهم عشر نساء عاملات من قريتي كسرى وكفرسميع في حادثة انقلاب حافلة ركاب صغيرة بالقرب من المنطقة الصناعية تيفن الى الشمال من قرية دير الاسد في منطقة الجليل شمالي البلاد وباشرت الشرطة الاسرائيلية التحقيق في ملابسات وقوع الحادث وتنظيم حركة السير في المكان واظهرت معطيات واحصاءات نشرتها سلطة الامان على الطرق في البلاد ان ثلاثة وسبعين شخصا بينهم سبعة عشر مواطنا عربيا لقوا مسرعهم في حوادث الطرق على الشوارع المختلفة منذ مطلع العام الجاري اصدرت اصدرت الشرطة الاسرائيلية بياناً كشفت فيه عن اعتقال شبكة قامت في تسريب وبيع اجوبة امتحانات البكروت للطلبة في المدارس الثانوية في المجتمع العربي وتنظر محكمة الصلح في طبرية بطلب الشرطة تمديد اعتقال اعضاء الشبكة لاستكمال التحقيقات وبحسب البيان فان الشرطة اعتقلت في صباح الاثنين اثني عشر مشتبهاً بينهم نساء بشبهة تشغيل الشبكة لبيع اجوبة امتحانات البكروت لطلبة الثانويات في البلدات العربية قال الناطق باسم الرئاسة الفلسطينية نبيلة بوردينة ان محاولات الحكومة الاسرائيلية للعودة الى نمط ادارة الصراع كبديل لانهاء الاحتلال لن تؤدي لتحقيق الامن والاستقرار واشار ابردينة الى ان اسرار اسرائيل على الاستمرار بالاجراءات احادية الجانب والمتمثلة بمواصلة الاقتحامات للمسجد الاقصى المبارك والاستيطان وعمليات القتل اليومية والاعتقالات وحجز الاموال الفلسطينية وغيرها ستؤدي الى مزيد من التصعيد والتوتر تتحمل نتائجه الخطيرة الحكومة الاسرائيلية الامر الذي ينذر بخروج الاوضاع عن السيطرة واوضح ابردينة ان الاوضاع الصعبة على الارض نتيجة التصعيد الاسرائيلي اليومي يتطلب من الادارة الامريكية التدخل وبشكل عاجل لوقف هذه الاجراءات الاسرائيلية قبل فوات الاوانة وان لا سنصل الى مرحلة ليستطيع احد توقع نتائجها الجسيمة عانق شيخ الاسرى الفلسطينيين اللواء فهد الشوبكي الحرية بعد 17 عاما في الاسر وافرجت سلطات الاحتلال عن الاسير الشوبكي عبر حاجز ترقومي العسكري وصرح الشوبكي فور الافراج عنه ان الاسرى شهداء مع وقف التنفيذ ضحوا بحياتهم من اجل القضية الفلسطينية والضرورة ملحة لايجاد حل فوري لهم ودعا الى ضرورة اطلاق صراح جميع الاسرى فمنهم من امضى عقودا كثيرا مؤكدا انهم يقودون ثورة مستمرة داخل سجون الاحتلال اللواء الشوبكي اسم دونا في سجلات الثورة حالة نضالية لا يمكن ان تركن جانبا او لا تتسيد حين تذكر سجون الاحتلال والحركة الاسيرة الاسير فؤاد حجازي محمد الشوبكي ولد في الثاني عشر من شهر اذار عام تسعمائة واربعين في غزة في حي التفاح وهو حاصل على درجة البكالوريوس في المحاسبة من جامعة القاهرة يعد الاسير الاكبر سنا في سجون الاحتلال ويعاني من مشاكل صحية مزمنة وفي السنوات القليلة الماضية اصبح يعتمد على رفاقه الاسرى في تلبية احتياجاته هو سياسي وعسكري فلسطيني برتبة لواء واحد عضاء حركة فتح وكان الشوبكي مسؤولا عن الادارة المالية المركزية العسكرية في الاجهزة الامنية الفلسطينية وانضم الشوبكي الى حركة فتح وتنقل معها الى الاردن ولبنان وسوريا وتونس بدأت عائلة شيخ الاسرى الفلسطينيين الاسير فؤاد الشوبكي واصدقائه وجيرانه في مدينة غزة بالاحتفال والاستعداد لاستقباله في بيته ووطنه بعد انقضى سبعة عشر عاما في معتقلة الاحتلال في مشاهد لم تغب عنها زغاريد الامهات اللواتي اعتبرنا هذه الفرحة على انها عرص للكل الفلسطيني منذ عشرة ايام واسبوعين تقريبا بدأنا بالتجهيز لاستقبال شيخ الاسرى ابو حازم وتجهيز مراسم الاحتفال بهذه المناسبة الوطنية وهي الافراج عن الاسير القائد البطل ابو حازم الشوبكي وعلى وجه الخصوص في هذا اليوم ومنذ ساعات الصباح الاولى بدأ ابناء شعبنا من كافة ارجاع قطاع غزة يتوافدون الى الديوان تمهيدا لاستقبال الاسير ابو حازم والاحتفال بهذه المناسبة الوطنية اللواء فؤاد الشوبكي شيخ الاسرى هو الاكبر سنا في سجون الاحتلال الاسرائيلي ولد عام الف وتسعمائة واربعين في حي التفاح في مدينة غزة وحاصل على شهادة البكالوريوس في المحاسبة وهو اول مسؤول مالي في السلطة الفلسطينية وكان من المقربين من الرئيس الراحل الشهيد ياسر عرفات وكان له دور كبير في الثورة الفلسطينية ابو حازم هو عنوان لكل الشعب الفلسطيني سواء في المحافظة الشاملية النوبية ابو حازم هو قائد قدم جل حياته ومعظم حياته في سبيل الوطن وهو مؤسس في حركة تحرير الوطن فلسطيني فتح وهو عضو المجلس التورى وهو عضو المجلس الوطني وهو ان قلنا ابو حازم هو رجل العسكري فهو عضو المجلس الاعلى العسكري لالاعلى التورى الفلسطينية وهو مؤسس الإدارة المالية والمدير العام السابق لها اعتقل الشوبكي عام 2006 حينما نفذ الاحتلال الاسرائيلي عملية عسكرية في مدينة اريحة واعتقل فيها الشوبكي واحمد سعدات وغيرهم وحكم عليه بالسجن عشرين عاما لتخفض محكوميته فيما بعد الى سبعة عشر عاما وفي السجن اصيب بمرض السرطان وكان السجان الاسرائيلي يرفض تقديم العلاج اللازم له يواصل الاسرى الفلسطينيون في سجون الاحتلال اليوم الثامن والعشرين على التوالي خطوات العصيان الجماعي ضد اجراءات وزير الامن القومي الاسرائيلي المتطرف اتمار بن كفير واوضحت هيئة الاسرى والمحرريين وناد الاسرى في بيان صحفي انه ضمن خطواتهم المتصاعدة والمقرى يرجع الاسرى اليوم وجبات الطعام اضافة الى تأخير الخروج الى بوستات نقل الاسرى من السجون الى المحاكم او الى سجون اخرى وعرقلت ما يسمى بالفحص الامنية في سجن نفحة واشارت الهيئة وناد الاسير الى ان الاسرى مستمرون في خطواتهم النضالية حتى الاعلان عن الشروع بادراب مفتوح عن الطعام في الاول من رمضان بعنوان بركان الحرية او الشهادة وبينت ان خطوة الاضراب ستكون مرهونة بموقف ادارة السجون بشأن مطالب الاسرى المتمثلة بتراجعها عن جميع الاجراءات التي اعلنت عنها تظاهر عشرات نشطاء السلام الاسرائيليين وابناء الجالية الفلسطينية في الولايات المتحدة الامريكية ضد زيارة وزير المالية الاسرائيلي المتطرف بتسلايل سموتريش امام مقر اقامته وجاءت التظاهر بعد دعوات انتشرت في الاونة الاخيرة تطالب وزارة الخارجية الامريكية بعدم منح الوزير الاسرائيلي فيزا لدخول الولايات المتحدة ووفقا لمصادر اعلامية امريكية فان سموتريش لن يلتقي في زيارته للولايات المتحدة بمسؤولين امريكيين وهو ما اعتبرته مقاطعة رسمية للزيارة وستقتصر لقاءاته على رؤساء الجالية اليهودية والقاء خطاب امام مؤتمر البونس المخصص لدعم دولة الاحتلال وكان سموتريش ادلى بتصريحات عنصرية قبل نحو اسبوعين قال فيها انه يعتقد انه يجب محو قرية حوارة وان هذا ما يجب على دولة اسرائيل ان تفعله الامر الذي اثار ردود فعل عربية ودولية غاضبة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة واحياتا وك fur 머리 شكرا